اشتركوا في القناة 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 انك انت خلصت هذا الكورس بشكل صح ولا لا اول شي تتذكر انت اليوم موجود معنا في القناة تدرس تدرس ما احد ضربك على ايدك تيجي تدرس فانت بتدرس عشانك انت عشان نجاحك انت عشان مستقبلك انت تمام اليوم ما في علامات عنا يعني احنا مش في جامعة ولم ندرس عشان العلامات احنا بندرس عشان انت تستفيد عشان انت مستقبلك يكون كويس فبالتالي انت لازم تعطي وقت وحق لكل كورس موجود من هذه الكورسات وما تحط عامل الزمن في بالك انا بدي ادرس هذا الكورس اول شي لازم تحضر الفيديوهات الخطوة الاولى بتحضر الفيديو كاملا بتاخذ ملاحظاتك حتى لو انت بتعرف موضوح هذا الفيديو احضره حتى لو انت دارس هذا الشي عشر مرات قبل هيك احضره لان انا بعطيك اياه من واقع خبرة سبعة وعشرين سنة تمام فبعطيك السيكرتز تبعت هذه الامور انا بعطيكو تيبس في كل فيديو بتفرع لمواضيع من ضمن درس معين قد لا تكون الها علاقة مباشرة بهذا الدرس عشان انا اعطيك خبرة تمام فانت ما تخسر هذه الخبرة عشانك مستعزل وانا بالله بعرف هذا الموضوع ففيش داعي احضر الفيديو فانك لازم تحضر الفيديو الى الاخر وتاخذ ملاحظاتك اذا في عندك هومورك اذا في عندك براكتس اذا في عندك شي على هذا الدرس مثلا بنطلب منك لازم انت تروح تحله في ايدك لانه البرمجة هي براكتس وليست مباراة كرة قدم تشاهدها يعني ما ستستفيد بس اذا قعدت وحضرت الفيديوهات ومن غير ما تحل في ايدك حتى لو انك انت عارف فاذا انت حضرت الفيديو وحليت الهوموركس بايدك وحليت المشاريع اللي بالسلاسل اللي عنا بايدك وامورك تمام ان شاء الله ياخذك دراسة الكورس اسبوع ما في مشكلة ان شاء الله تاخذك ثلاث شهور ما في مشكلة المهم انك ما تنتقل من درس الا انت عامل كل الاشي اللي حكيناه ما تنتقل من كورس لكورس الا انت عامل كل شي حكيناه تمام وزي ما حكينا بفيديوهات سابقة انه طبيعي انك تشعر حالك انك ناسي انت ما بتكون ناسي شوفوا احضروا الفيديو اللي هي نزلته قبل فترة عن موضوع النسيان تمام فاذا موضوع كم بده ياخذك الكورس ان شاء الله ياخذك ثلاث شهور او ان شاء الله ياخذك اسبوع بس اهم شي ما تغش حالك ما تغش حالك وتحكي انه انا خلصت الكورس باسبوع بس بتلاقي ناس في ناس لست بعيد غلطته بيجي ما بحضر الفيديوهات بيشوف هذا الموضوع بيقول لك انا فاهم انا فاهم انا فاهم انا فاهم ومشكلة البرمج انه ممكن تكون انت فاهم مليون في المئة بس اذا ما طبقت بايدك حكي فاضي ورح تنسى وما رح تاخذ خبرة عملية نهائيا نهائيا في هذا المجال فموضوع الوقت حطوه على جنب انت بتدرس لالك ادرس اعطي كل شي حقه وشوي شوي الامور بتصير اسهل واسهل للامام ورح تبدع في هذا الكلام تمام وفي نقطة بدي اذكرها هنا انه موضوع لما بطلب منك تحل المسألة او مشروع معين حلوا بطريقتك باي طريقة بدك اياها ووضعك بكون ممتاز سواء حليته او ما حليته انت في مرحلة تعلم وعم تتعلم تمام ضروري جدا تروح تقارن طريقة حلك في طريقة حلي عشان تكسب خبرة واساليب في البرمجة لا رح تلاقيها في اي مكان دائما من الناس بتحل السؤال اشتغل خلص اموري تمام لا امورك مش تمام اشتغل يعطيك الف عافية مستواك كويس مستواك ممتاز بس لازم ترتقي في اساليب حلك تستخدم سياسة فرق تسود في الكود التعلم يپس بس مقوع لديك كود احو هاتو رايت كلين كوود حادث سياسة فرق تسود لطريقة لتقسيم سيطرة على الكود اي امر اي خدا الحلو Well, Duncan probably started my best to explain the code في المستقبل. نحن نعطيكم خبرة شركات ونحن نعطيك خبرة مواقع. المواقع ستعطيك حل السؤال ولكن حل السؤال تعال قارنه بطرق الحل اللي نستخدمها فرق شاسع جدا مبين اثنين. وهذا اللي انا بدي اعلمكم اياه كيف ترتقي في اساليب كتابتك للكوت. كيف تتعلم سياسة فرق تسود انه يكون عندك البرنامج بدل ما تحلو بفونكشن واحد يكون تحلو بخمسة خمسة فونكشنز منفصلين. خمسة فونكشنز منفصلين بيحكوا مع بعض وبتركبهم مثل الليجو بيطلع لك الحل. هذا هو اللي بيفيدك في البرمجة. هذا هو اللي بيفيدك لما انت تروح تكتب برامج عشر تلاف وعشرين الف ومئة الف لاينوف كود. انت كيف بدك تسيطر عليها. الناس اللي في الكورسات المتقدمة بيعرفوا قيمة الاساليب البرمجية اللي انا بدي ارسكم اياها. فتحضر الفيديو بتحل الاسئلة اللي احنا بنعطيك اياها والمشاريع اللي بنعطيك اياها. بتروح بتقارن حلك في حلي. ولما بتشوف طريقة حلي مش لازم تشعر في الاحباط لانه في فرق شاسع بالخبرة بيني وبينك. انت لازم تكون فخور في نفسك انك حليته بطريقتك. بتشوف طريقة حلي. بتفهمها وبتعيدها احسن ما تروح تحلي لك عشر تلاف مسألة ثانية. لان اساليب البرمجية هي هاي اللي بتخليك تسيطر على الكود. وبتخليك تكتب اكبر البرامج كأنك بتعزف. تمام. الفكرة البرمج ما هي الى اصعب البرامج اللي في الدنيا ما هي الا البرامج مقسمة ومجزئة لفونكشن صغيرة. وانت بتبنيها مثل الليغو. السيطرة على البرنامج لازم تتبع اساليب الحل اللي احنا بنعطيكم اياها. ويعطيكم الف عافية ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. موسيقى